السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة افكار في الرياضيات معكم الاستاذ اياد خميس نتيج مدرس مادة الرياضيات في هذه الحلقة ان شاء الله حنحل تمرين ومسائل درس الزوايا الخارجية للمضلع المنتظم للصف السابع الاساسي في مبحث الرياضيات الفصل الدراسي الثاني بتمنى تشتركوا في القناة وتوصلوا لنا هذه الحلقة لاكبر عدد من اللايكات وتعال قولنا حبكم في الله ولنبدأ على بركة الرحمن السؤال الاول بحكي لي جد الزاوية الخارجية للمضلعات المنتظمة التي عدد اضلاعها 18 ما فيش اي مشكلة احنا بنبقى حفظين القانون قانون الزاوية الخارجية هو عبارة عن 360 تقسيم عدد الاضلاع يعني هتقول لي 360 تقسيم نون واحنا بنعرف نون عدد الاضلاع يعني 360 تقسيم 18 بكل بساطة اجيب السفر وقل لي 36 تقسيم 18 اتنين اذا القياس الزاوية الخارجية حيكون 20 درجة للمضلع الذي عدد اضلاعه 18 بالنسبة لبا ما اعطيني جد الزاوية الخارجية للمضلعات المنتظمة التي ايضا عدد اضلاعها 30 ضلع بكل بساطة هتقول لي الزاوية الخارجية تساوي 360 تقسيم 30 تمام السفر مع السفر بروح الان 36 على 3 12 درجة اذا المعناته المضلع الذي عدد اضلاعه 30 ضلع قياس الزاوية الخارجية 12 تطبيق سهل وبسيط وما فيش داعي انه احنا نغلط فيه الان بقول لي جد عدد اضلاع مضلع منتظم اذا كان قياس زاوية الخارجية 18 طب ما فيش مشكلة احنا مش بنعرف انه الزاوية الخارجية تساوي 360 تقسيم عدد الاضلاع معناته لما انا بدي اوجد عدد الاضلاع بكل بساطة هتقول لي 360 تقسيم قياس الزاوية الخارجية هذا القانون اللي احنا هنستخدمه تمام اذا معناته بالنسبة لالف بالنسبة لالف عشان اعرف عدد الاضلاع هقول له 360 تقسيم قياس الزاوية الخارجية قياسها 18 تقسيم 18 الان بكل بساطة هتجيب السفر وحتقول لي 36 تقسيم 18 20 اذا نلاحظ عدد الاضلاع طالع عندي 20 ضلع تمام بالنسبة لالبند با نفس الحكاية هتقول له عدد الاضلاع بده يساوي 360 تقسيم 15 تمام الان بامكانك تعمل قسمة مطولة هاي 360 تقسيم 15 الان منقول له 36 اكمل 15 فيها 2 حيصير عندي 2 في 15 30 الان عندك 60 اضرب في 4 4 في 15 هتقول لي 60 اذا النتيجة 24 ضلع تمام يعني تطبيقات مباشرة وما تغلبش حالك بالنسبة لسؤال 3 مضلع منتظم قياس زاويته الداخلية ثلاثة امثال قياس زاويته الخارجية معناته لو قلنا احنا قياس زاويته الخارجية يساوي سين معناته قياس زاويته الداخلية تساوي 3 سين صح ولا لا وهذا الكلام احنا وضحناه كيف لما اخذنا المعادلات الخطية واحد واثنين وكيف كنا نحول المسألة اللغزية الى رموز الرياضية طيب الان هو بقول لي جد قياس زاويته الخارجية وعدد الاضلاع طيب ما فيش مشكلة اول شغل احنا بنعرف لما بقول لك مضلع منتزم قياس زاويته الداخلية ثلاثة امثال قياس زاويته الخارجية معناته قياس الزاوية الداخلية زاويته الخارجية على اربعة ازن تساوي مية وتمينة اربعة خمسة واربعين درجة معناته قياس الزاوية الخارجية خمسة واربعين درجة على حسب الفرضية تمام بده عدد الاضلاع طيب ما فيش اي مشكلة الان حتقول لي عدد الاضلاع على حسب القانون هايو حتقول لي تلتمية وستين تقسيم قياس الزاوية الخارجية ازن حتقول لي تلتمية وستين درجة تقسيم الزاوية الخارجية الان تلتمية وستين تقسيم خمسة واربعين حتقوم بعملية القسمة حيكون عندك ثمان اضلاع وبهيك عزاء الطلبة بيكون وصلنا لنهاية بتمنى تكونوا استفدتم وحبكم في الله اترككم برعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته